شاسيات العقيد يبدو أن الأمور تزداد تعقيدا في الملف السوري هل سترضخ أنقرة للضغوطات الأمريكية؟ سلامي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين دعني ألقي نظرة سريعة أو ألقي سلط الضوء على وبسرعة على الحدود السورية التركية من عين ديوار إلى كسب هذه الحدود بطول 910 كيلومتر لو أخذنا الجزء الذي هو محافظة الحسكة لو وجدنا أن محافظة الحسكة مع عدى مدينتي الحسكة التي هي قلب المحافظة والشداد تقع بعيدة عن الحدود أما باقي مدن الحسكة بالكامل فهي تقع على الخط عشرة يعني عين ديوار المالكية أرميلان القحطانية القامشلي عامودة الدرباسية رأس العين تلتمر وخكذا إذن عندما نقول 30 كيلومتر يعني ثلاثة أرباع جزيرة وهو ثلاثة أرباع جزيرة جزء المهم من الجزيرة لأنه الخط عشرة يمتدها هنا عندما نذهب باتجاه محافظات حلب نجد أن مدينة منبج مدينة منبج هي من أكبر المدن غير المحافظات في سوريا أكبر مدينة بعد المحافظات يعني أكبر قضاء في سوريا لذلك تعتبر منبج استراتيجية بالنسبة لصانع القرار التركي بدون شك ومنبج كل ريف حلب منبج يعني عندما تقول منبج أنت تقول ريف حلب بالكامل أضف إلى نقطة مهمة أن مدينة منبج على اتساعها هي بنسبة 100% من المكون العربي ثم ننتقل إلى تل رفعة وأهمية تل رفعة العسكرية هنا أن ننتقل الآن من خلال بعد يعني دخول روسيا إلى أوكرانيا اختلطت الأوراق كثيرا يعني روسيا كانت في سوريا تحت أوامر أمريكا وصرح بها لأفروف وقال نحن ننسخ مع أمريكا بعد دخولها إلى أوكرانيا وانقسام العالم تقريبا لم يعد التناغم نفسه ولم تعد الطاعة الروشية يعني لم تعد روسيا متواعة بيد تركيا بيد أمريكا في سوريا كما كانت قبل دخولها إلى أوكرانيا هذه واحدة الثانية أمريكا أمريكا الآن يعني بين الرضا التركي يعني هي لا تستطيع الآن قولا واحدا التفريط بتركيا هي الآن أحوج ما تكون لتركيا وتركيا بإمكاناتها يعني آخر ما هناك إذا قالت لأمريكا باي باي أنا ذاهبة إلى المعسكر الشرقي ومنسحبة من الناتو ومنسحبة من كل العلاقة لأمريكا وهذا طبعا لن يحصل لأنه هذا هو المستحيل بعينه زائد يعني أنظر إلى القوة الكبيرة التي ستكسبها روسيا فيما لو حصلت هذه الحالة لذلك أمريكا تريد المحافظة على العلاقات التركية بأحسن حالها وبنفس الوقت تريد أن تكون تركيا مطوع بيدها كما كانت سابقا في الأصور السابقة يعني من هنا يأتي تعقيد المسألة لذلك أنا أقول أننا ذاهبون إلى معركة تفاهمات وغض نظر وتأجم بالموقف هنا ورضا هناك إلى أن تحل هذه العقد وخاصة أننا الآن أمام ثلاثة أعداء تركيا بالنسبة للوروسيا عدو تاريخي وصديق متناغم الآن مع أمريكا علاقات قوية وحليف قوي جدا مع أمريكا منذ قديم تركيا وروسيا وأمريكا الآن في حالة تصادم لذلك من هنا أنا أرى أن العلاقة في غاية التعقيد لكن أخيرا الرؤية واضحة تماما تركيا ستنفذ جزء مما تريد يعني السيطرة على كامل الخط بعمق ثلاثين كيلو متر يعني السيطرة على الجزيرة السورية هذا سينظر فيه بطريقة أن تبعد قوات البككة والبيدة يعني الجبال قديم وهذا غير ممكن في الوقت الحالي باعتقادكم أنا لا أقول غير ممكن لأنني أنا أرى أن أرخص بضاعة معروضة الآن على البسطة السورية هي حزب العمال الكرد الثاني الديمقراطي الذي هو البككة ويدهو الأسكرية البيدة أنا أرى أنه بالنسبة لأمريكا يعني قبل هذه المرة تعزم الموقف وبدأت أمريكا قلقها وعدم رضاها وإلى آخره بالنسبة لمعركة عفرين ودخل الأتراك إلى عفرين يعني بمعركة كانت في منتهى النظافة يعني كانت حربا نظيفة هذه للأمانة نحن نتكلم فيها هنا يعني هناك من يقول احتلال يقول ما يريد كل واحد به رأيه لكن أنا عشكريا أتكلم أن المعركة كانت نظيفة جدا لأن الآن أذهب أنا إلى أن المنطقة بعرض 30 كيلو أو بعمق 30 كيلو متر في الجزيرة السورية يعني محافظة الحسكة لن تكون منطقة آمنة بمعنى المنطقة الآمنة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر